اسمه منير محمود أحمد المشالي وهو يلقب بأبي اليمامة اليافعية من مواليد محافظة لاحج عام 1974 التحق بالجيش في جمهورية اليمن الديمقراطية قبل الوحدة ولجأ إلى سلطنة عمان ثم السعودية بعد حرب صيف 1994 برز سيطه مطلع 2016 في الحملات الأمنية في مدينة عدن وتحديدا في مديرية المنصورة واتهم بخطف كثير من المدنيين بحجة محاربة الإرهاب وقاد اللواء الأول دعم وإسناد في الحزام الأمني خاض مواجهات مع قوات الحكومة بمطار عدن مطلع 2017 كما هاجم معسكرات الحماية الرئاسية في يناير مطلع العام 2018 وفي منتصف العام 2018 هاجم قادة كبار في أبيان واتهمهم بالتواطع مع القاعدة أبرز حلفاء الإمارات وظهر مؤخرا رفقة القادة العسكريين الإماراتيين في عدد من المحافظات الجنوبية قتل صباح الخميس بمعسكر الجلاء في مديرية البريقة بعدن الواقع جوار معسكر التحالف وهي من المرات القليلة التي يحضر فيها العميد أبو اليمامة عروضا عسكرية دون رفقة من قيادة الإمارات في عدن ترجمة نانسي قنقر